سورة الجمعة الكتاب الذي بين يدي هو المجلد الثامن من البرهان إنه جامع الأحاديث التفسيرية لسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه الطبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان الطبعة الثانية 2006 ميلادي مثل ما قلت لكم إنه المجلد الثامن الصفحة الخامسة بعض الأحاديث في فضل سورة الجمعة الحديث الأول وقد نقله هاشم البحراني عن كتاب ثواب الأعمال للصدوق بسنده بسند الصدوق عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الواجب الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة الواجب إنه واجب عقائدي الواجب العقائدي أعلى رتبة من الواجب الطقوسي من الواجب الفتوائي الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة لا أعلق كثيرا لأنني أريد أن أنتفع من الوقت سأقرأ عليكم هذه الروايات هذه الأحاديث وبعد ذلك أعلق تعليقا مختضبا لكنني لكنني أعيد قراءة هذه الرواية أتمنى أن تلتفت إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام هكذا يقول الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة إنما قلت هو واجب عقائدي لأن الإمام ربط الموضوع بالتشيع لهم والتشيع لهم عقيدة ليس طقسا من الطقوس الفتوائية التشيع لهم هو أساس الدين هو حقيقة ديننا الإمام هكذا يقول الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة هناك قضية عقائدية القضية ما هي بطقوسية القضية ليست مرتبطة بتلاوة سورة الجمعة بما هي سورة بما هي تلاوة هناك شيء وراء هذه القراءة هناك شيء وراء هذه التلاوة سيتضح الأمر شيئا فشيئا لكنني أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى مضامين هذه الأحاديث وأن تأخذ بنظر الاعتبار من أن اهتمام الأئمة هنا ليس إلى طقس القراءة موجه وإنما يتوجه اهتمامهم إلى ما وراء هذه الطقوس الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة أن يقرأ في ليلة الجمعة في صلواته في صلواته الواجبة بالدرجة الأولى وفي صلواته المندوبة بالدرجة الثانية الحديث يتوجه إلى الصلوات الواجبة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي صلاة الظهر في يوم الجمعة وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله ما هو عمل رسول الله عمل رسول الله سيتضح لنا عمل رسول الله هو عمل رجل الدين الإنسان وعمل رجل الدين الإنسان هو بناء وتكوين المجتمع الإنسان من خلال صناعة الفرد الإنسان هذا هو عمل رسول الله القضية ليست مخصوصة بطقس التلاوة الأمر فيما وراء ذلك سورة الجمعة تشتمل على خارطة واضحة جدا فهناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار رجل الدين الإنسان هو الذي يقوم ببناء وتكوين المجتمع الإنسان من خلال صناعة الفرد الإنسان أما رجل الدين الحمار فإنه يقوم ببناء وتكوين المجتمع الحمار من خلال صناعة الفرد الحمار أتحدث عن البشر الحمير أتحدث عن هؤلاء فإمامنا الصادق حينما يقول الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك بشكل كامل صحيح كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر فهنا إمامنا الصادق حينما يقول هكذا الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى إنها قراءة في عباده القراءة لن تكون قراءة كما يريدها الصادق إلا بالتدبر والعبادة لن تكون عبادة كما يريدها الصادق إلا بالتفكر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر هذا هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعد على هذا بايعنا بايعنا الله وبايعنا محمدا وبايعنا عليا على هذا أن نلتزم بقواعد المنطق العلوي فإذا فعل ذلك من أنه قرأ في صلواته في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله عمل رسول الله تبينه لنا سورة الجمعة سنأتي عليه الحديث الثاني نقله البحران عن الكلين عن الكاف الشريف بسنده بسند الكلين عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين أكرمهم أكرمهم في أي جهة في جهة رجل الدين الإنسان فسنها رسول الله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين إنها إنها سورة المنافقون التي تتحدث بالدرجة الأولى عن رجل الدين الحمار وسورة الجمعة أيضا تحدثت عن ذلك والمنافقين والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها ومن تركها متعمدا فلا صلاة له من ترك الجمعة ومن ترك المنافقين كل هذا ليس اهتماما بالطقس بما هو طقس وإنما الاهتمام بالتدبر في مضامين سورة الجمعة وفي مضامين سورة المنافقون أذهب إلى الحديث الرابع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أدمن قراءتها من أدمن قراءة الجمعة فالنبي يدفعنا باتجاه الإدمان على قراءتها من أدمن قراءتها كان له أجر عظيم وأمن مما يخاف ويحذر وصرف عنه كل محذور لأنه إذا ما تدبر في مضمونها وأدرك فحواها تميزت له الأمور وشخص الذين يتحركون في الواقع الشيعي إن كانوا من صنف رجل الدين الإنسان أو كانوا من صنف رجل الدين الحمار من أدمن قراءتها رسول الله يقول من أدمن قراءة سورة الجمعة كان له أجر عظيم وأمن مما يخاف ويحذر وصرف عنه كل محذور وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الخامس في الصفحة الخامسة من المجلد الثامن من البرهان لهاشم البحراني إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول من قرأها ليلا أو نهارا في صباحه ومسائه الإمام يدفعنا لأن نقرأها في كل أوقاتنا لماذا هل القضية ترتبط بالقراءة بما هي قراءة أو أن القضية ترتبط بطقس معين بما هو طقس لماذا يريد منا رسول الله أن ندمن على قراءتها ولماذا يريد منا إمامنا الصادق أن نقرأها ليلا أو نهارا في صباحنا أو مسائنا من قرأها ليلا أو نهارا في صباحه ومسائه أمن من وسوسة الشيطان إنه رجل الدين الحمار أمن من وسوسة الشيطان أبرز وكلاء الشيطان أبرز نواب الشيطان رجل الدين الحمار من قرأها ليلا أو نهارا من قرأ سورة الجمعة يقول صادق إمامنا الصادق صلوات الله عليه من قرأها ليلا أو نهارا في صباحه ومسائه أمن من وسوسة الشيطان وغفر له ما يأتي في ذلك اليوم إلى اليوم الثاني إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت عنهم في فضل سورة الجمعة وفي أهمية قراءة سورة الجمعة إن كان ذلك في الصلوات الواجبة أو المندوبة إن كان ذلك على سبيل الإدمان في كل زمان أو مكان إن كان ذلك في ليلنا أو نهارنا في صباحنا أو مسائنا لماذا كل هذا التأكيد على قراءة سورة الجمعة فهل يريدون مننا أن نقرأها وأن نمر عليها تلاوة وقراءة أم أنهم يريدون مننا أن ندرك مضمونها قطعا حكمة الأئمة لا يمكن أن تدفعنا لأن نقرأ السورة لأجل أن نقرأها فقط حكمة الأئمة تدفعنا بهذه القوة إلى الحد الذي يقول يقول إمامنا الصادق الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ إلى آخر الرواية التي قرأتها عليكم حكمتهم تدفعنا لأجل أن نتدبر فيها أن نتفكر فيها أن ندرك فحواها العاقل حينما يرى أن محمدا وآل محمد هكذا يدفعون بهذه القوة وبهذا الزخم باتجاه قراءة سورة الجمعة عليه عليه أن يعود إلى سورة الجمعة كي يتدبر فيها كي يتفكر فيها حينئذ سيدرك الحكمة من كل هذا الدفع من كل هذا التوجيه والاهتمام لأن سورة الجمعة رسمت لنا بشكل واضح الخارطة الإجمالية لواقع رجال الدين في هذه الأمة في الأمة التي تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار وللأسف فإن الذين تسلطوا علينا بعد رسول الله هم من فئة رجل الدين الحمار والذين تسلطوا على الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى هم من فئة رجل الدين الحمار لذا فإنكم تجدون تشابها كبيرا وتطابقا واضحا بين سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس لأن الذين تسلطوا على الأمة من بعد رسول الله ومن بعد السفير الرابع حينما حينما بدأت الغيبة الطويلة الغيبة الكبرى الذين تسلطوا علينا هم من هذه الفئة من فئة رجل الدين الحمار سورة الجمعة رسمت لنا هذه الخارطة الواضحة قطعا في خطوطها الإجمالية نذهب إلى فاصل شكرا